و أيش في قصص أيضاً مصدام طفولته تبين شخصيته يعني شخصيته مثلاً خالته ليلة الطلفاح عندها دار قريب علينا يعني على دارنا نادتني وأخذتني على الغرفة هذا وقلت لي ما ليت أصدام يعرف أنا أريدك تروح على هذا الصائغ مصلاوي من الموصل فاتح دكان صغير قريب عليها على ليلة الطلباح قالت لي عطيته ذهب قطعة ذهب وفلوس إضافية حتى يعمل لي مش عارف إيش يعدل هذا وصار ثلاثة شهور لا يجيب لي الذهب والفلوس حقي ولا يجيب لي المطلوب فتروح أنت بلطفك و بأسلوبك الناعم تحاول تقنعه وتهدده بصدام قلت له طبعا فأنا مشيت لحقني أصدام قال لي لازم تقول لي إيش إيش قلت لك خالتي قلت له شوف في موضوع خليني أحله أنا بطريقتي قال لي لا قلت له ايه الموضوع واحد اثنين ثلاثة فخليني أجرب أنا أسلوبي إذا ما نفع ادخلت قال لي طيب وماشي معي قلت له أرجع قل لي لا ما معك قلت له يعني خلاص تفاقنا قل لي خلاص تفاق كلام شرف قل لي كلام شرف ومشينا إلى أن وصلنا قبل ما نوصل للدكان بمتر متر ونص ويغافلني ويهجم على الدكان ويسكر الباب من الداخل ما أسمع لك إلا هذا الصائغ مسكين محمد وينادي الحقوني بقى حيقتني هال وانا أدق دق على الباب يكس دام اطلعت لاد خرج وحامل كل الذهب والفلوس اللي عند محمد وراح على خالته فأخذت الذهب حقها والفلوس لهذا ورجعنا له الباقي لمحمد محمد ثاني يوم لم لم غراضه وهرب من هاي المدينة التي يديرها صدام حسيني شكرا شكرا